تاجر ثري كان لا يهتم سوى بالإنفاق على بيته أما أقاربه وجيرانه فكان بخيرا عليهم ولا يسأل عنهم وفي أحد الأيام أثناء وقوفه في معرضه سقط فجأة على الأرض ولم يستطع الوقوف وأصيب بشلل في قدميه فبدأ رحلة العلاج ولم يترك وسيلة إلا واتبعها ولكن بلا فائدة فنصحه بعض أصدقائه المقربين أن يسافر إلى دولة متقدمة في مجال طب العظام فسافر ولكن الطب في الخارج لم يسعف ولم يجد العلماء سببا لما حدث لقدميه رجع التاجر إلى بلده في العشر الأواخر من رمضان وقرب العيد بعد أن قرر أن يموت على فراشه بين أبنائه وزوجته وقبل يومين من استقبال العيد وأثناء ما كان التاجر ينتظر أن يأتي أجل الله قام بزيارته شيخ معروف بحكمته وصلاحه بعد أن عرف قصة التاجر كاملة فنصحه أن يبحث عن أسرة فقيرة جدا ويقوم بالتصدق عليها وأن تكون الصدقة غنية بمعنى أن يغنيهم ليس فقط ما يكفي سد الرمق وقال له أيضا اشتري لهذه الأسرة كل ما تحتاجه واشتري لهم مثل ما تشتري تماما لأهل بيتك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم داووا مرضاكم بالصدقة وقال أيضا الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله سمع التاجر النصيحة ولأول مرة يعقد العزم على العطاء والتصدق فأمر أحد أبنائه أن يقوم بالبحث عن أسرة فقيرة وتوصل الإبن إلى أرملة مسكينة لديها أربعة أطفال فطرق الإبن بابها فقام بإخبارها أن والده أرسله ليعطيها حق الله فوجد الإبن أولادا عراء وأم منكسرة لا تملك حتى قوت يومها فقام بالشراء ملابس جديدة للأم والأطفال واشترى كل المواد الغذائية بكافة أنواعها حتى الحلوى والأحذية والألعاب فقد اشتراها للأطفال كما قام بالشراء أثاث جديد للمنزل وأعطى للأم المسكينة مبلغا كبيرا ففرحت الأم وأبناؤها بسبب ما تم شراؤه لهم وخاصة أن العيد على الأبواب بعد أن انتهى الإبن من مهمته وهم بالخروج انطلق صوت أدان العصر فشاهد الإبن السيدة ترفع يديها إلى السماء وتقول وهي تبكي اللهم أسألك أن تدخل السرور في قلب من أدخل السرور في قلوبنا فرح الإبن كثيرا بما سامعه من الأم ودعوتها الصادرة من قلبها المنكسر وعندما رجع لأبيه كانت المفاجأة فقد رأى والده يقف على رجليه ضاحكا فرحا وكاد يرقص من فرحته ففرح الإبن وأخبر والده بالقصة كاملة فسأله الأب متى كانت هذه الدعوة فقال الإبن عند أذان العصر فقال الأب والذي نفسي بيده إنني شعرت في تلك اللحظة وفي نفس توقيت الأذان بأن ملكا مسح على قدمي ثم سجد الأب لله شكرا ووعده بالتصدق وقضاء حوائج الفقراء واليتامة والأرامل وكل محتاج مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صاحب محل لبيع الملابس عرف ببخله الشديد وعدم الرفق مع البسطاء من زبائنه حتى أنه لا يخرج زكاة لماله ولا يشفق على أرملة ولا يتيم غضب هذا البخيل غضبا شديدا بعدما ظل أكثر من أسبوع لا يدخل محله إنسان بينما كان يشاهد جميع المحلات المختلفة في نفس منطقة محله مزدحمة بالزبائن فذهب ولأول مرة إلى مطعم بالقرب من محله لشراء وجبة الغداء وأثناء انتظاره شاهد رجلا فقيرا يسأل صاحب المطعم عن ثمن الدجاجة المطهية وعندما علم سعرها حزن لأنها تساوي ضعف ما معه ثم سأل صاحب المطعم هامسة ألا توجد دجاجة أصغر وأقل في السعر؟ أخرج صاحب المطعم هاتفه ليرد على مكالمة وأشار للرجل الفقير وهو يبتسم أن ينتظره ويطمئنه والسرور على وجهه وبعد دقيقة انتهت المكانمة وإذا بصاحب المطعم يقول الحمد لله يا رب على هذه النعمة وهذا الفضل ثم أحضر دجاجتين كبيرتين مشويتين وقدمهما للرجل وقال له ما أجمل هذا الوجه لقد رزقني الله بولدين توأمين وهتان الدجاجتان هدية مني لك يا صاحب الوجه البشوش أخذ الرجل الفقير الهدية وفرح بها ودعا له ولأسرته بالخير لدقائق ثم خرج من عنده في غاية السعادة وهنا اقترب الرجل البخيل من صاحب المطعم ليبارك له على قدوم التوأمين ففوجئ بصاحب المطعم يقول له وهو يبتسم لم يتصل بي أحد ولكني فكرت في طريقة أساعد بها الرجل لأنه يحتاج طعاما لأسرته ويقف في خجل لضيق ذات اليد فاستخدمت هذه الحيلة كي أحافظ له على ماء وجهه ولا يشعر بأني أتصدق عليه فبالتصدق وبدعاء مثل هؤلاء يرزقنا الله أما البخل فقد حذرنا الله منه ومن عواقبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم وللأسف فإن البخيل يعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة محاسبة الأغنياء وقف الرجل البخيل في حيرة وحزن وشعر أن صاحب المطعم يقصده هو وبعد لحظات أفاق وبكى وعاد إلى محله وهو يستغفر الله ويتوب إليه ويعاهده أن يتصدق ويجود بكرمه على الفقراء والمحتاجين لينال رضا الله ويوسع له في رزقه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سناب في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منهم ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون لم تتخيل سالي الطالبة الجامعية أنها ستصبح من المترددين على محاكم الأسرة فقد ارتبطت بقصة حب مع شاب يدرس معها في إحدى الجامعات الخاصة وظلت علاقتها به تزداد إلى أن سافرت معه في إحدى المرات إلى العين السخنة وأخبرت أسرتها أنها في رحلة تابعة للجامعة ورغم اعتراض أخيها الأكبر على سفرها وأخبرها بأن سفرها لا يجوز بدون محرم وأنه حرام شرعا إلا أن تساهل والديها معها جعلها تسافر وفي تلك الرحلة تم زواجها العرفي بصديقها الذي أسمعها كلامه المعسول وجعلها تضعف معه وتخطئ في حق نفسها وأسرتها وتوقع هي وصديقها على ورقة من كشكول وتسلم بعدها نفسها له ومن بعدها تصبح لعبة في يد صديقها وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها بعد أيام من زواجها العرفي دون علم أسرتها فوجئت بشقيقها الأكبر يأتي إليها مبتسما والفرحة تملأ وجهه ويخبرها أن ابن عمها وزميله في العمل فاتحه برغبته في الزواج منها وأخبرها أنه سعد جدا بهذا الخبر لما يتمتع به ابن العم من أخلاق كريمة ومن التزامه الديني وتمنى شقيقها منها أن توافق ولا تضيع هذه الفرصة اعتذرت سالي لشقيقها وأخبرته بأنها لا تفكر في الزواج إلا بعد أن تنتهي من دراستها فتقبل شقيقها الأمر ولم يبين حزنه لها وغضبه من قرارها خاصة وأن رحلة دراستها ستنتهي بعد أشهر قليلة وبعد انتهاء العام الدراسي طلبت سالي من صديقها والذي تزوجها عرفيا أن يتقدم لها رسميا ليخفف عنها ضغوط أسرتها كلما تقدم لها عريس ولكن صديقها رفض وأخبرها بأنه سيسافر إلى أوروبا ثم قام بتطليقها في هذا اليوم حاولت سالي الانتحار بابتلاع كمية كبيرة من الأقراص ولكن تم إنقاذها داخل المستشفى وعند عودتها للبيت لم تجد سالي أمامها سوى إخبار أسرتها بزواجها ثم طلاقها وندمها على خطأها في حقهم وعندما علم ابن عمها بما حدث قال لشقيقها سأستخير الله في أمر شقيقتك وإن شرح الله صدري سأتقدم لها في أقرب وقت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون شكرا لكم